موسيقى نشرة الأخبار من يمن شباب أهلا بكم مشاهدين مساء الخير بسمك مساء الخير هشام مساء الخير مشاهدين البداية بالعنوين مسلح يفتح النار على المصلين في قرية بمحافظة أبيان وسقوط 15 بين قتيل وجريح اتفاق الرياض يغادر حالة الجمود وتفاهمات جديدة لإعادة انتشار قوات الشرعية في أبيان وعدل أزمة وقود بالصنع والحكومة تكشف عن ثقب حوثي أسود وراء تسرب قرابة مليون طن من واردات الوقود أهلا بكم إلى التفاصيل فتح مسلح النار على المصلين في مسجد بإحدى قرى محافظة أبيان ما أدى إلى مقتل خمسة وإصابة عشرة آخرين وذكرت مصادر محلية أن أحد المسلحين في قرية الصلعاء بمديرية لودر في محافظة أبيان أطلق النار اليوم على المصلين أثناء صلاة الظهر في مسجد القرية ولذب الفرار وسط حالة من الذهول وأصابت الأهالي وقالت المصادر أن خمسة عشر شخصا تعرضوا لوابل من الرصاص توفي خمسة منهم بينهم والد الجاني الذي يعتقد أنه مصاب بحالة نفسية كما قتل في الحادث إمام المسجد وقالت مصادر طبية أن حالة بعض المصابين حارجة للغاية عقدت لجنة تضم ضباطا في التحالف العربي بقيادة السعودية لقاء مع قادة عسكريين موالين للحكومة اليمنية في مدينة شقرة الساحلية شرق محافظة أبيان وأبرمت اتفاقا لإعادة انتشار عدد من ألويات الجيش الحكومي وقالت مصادر مطلعة أن أربعة ضباط رفيعين في القوات السعودية عقدوا لقاء مع مدير أمن محافظة أبيان العميد علي الذيب الكازمي وقائد اللواء الثالث حماية رئاسية العميد لؤي الزامكي وقائد اللواء تسعة وثلاثين مدرع العميد عبدالله الصبيحي لمناقشة إعادة انتشار وحدات الجيش والأمن التابعة للحكومة في عدد من المواقع العسكرية واتفق الطرفان على أن تتولى قوات الأمن العام والخاص والشرطة العسكرية ملف الأمن في مدينة سنجوار عاصمة محافظة أبيان على أن يعاد تفعيل مراكز الشرطة في باقي مديريات المحافظة وسبق هذا اللقاء لقاء مماثل وغير معلن عقده الضباط السعوديون مع قادة ميليشيا الانتقالي الإماراتي في مدينة عدن للتوافق على السماح لقوة من الحماية الرئاسية بدخول مدينة عدن خلال اليومين القادمين بدءا من أمس الأثنين وتضمن الاتفاق بحسب المصادر إعادة تمركز اللواء الثالث حماية رئاسية في معسكر العمر الواقعي في مديرية ذو باب عند الساحل الغربي للبلاد في حين اتفق الجانبان على نقل قوات اللواء تسعة وثلاثين مدرع إلى مديرية لودر شمال شرق محافظة أبيان هذا ومن المرتقب أن تعود قوة عسكرية تابعة لألوية الحماية الرئاسية إلى قصر المعاشيق الرئاسي في عدن خلال اليومين القادمين ونقلت وكلة الأناضول عن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن اتفاقا عقادته اللجنة العسكرية السعودية المشرفة على اتفاق مصفوفة الانسحابة العسكرية المتبادلة بين الحكومة اليمنية وميليشيا الانتقالي قضى بدخول قوة من ألوية الحماية الرئاسية إلى قصر معاشيق خلال الساعة الثماني والأربعين الماضية ميدانيا سقط قتل من ميليشيا الحوث الانقلابية في كمين للجيش الوطني شرق مركز مديرية باقم في محافظة صعدة وقال مصدر عسكري أن وحدات من الجيش نفذت الكمينة بعد رصدها عملية تسلل لميليشيا الحوثي باتجاه مواقع جبل شيحات التي تتركز فيها قوات حكومية وأضاف المصدر أن قوات الجيش نجحت في استدراج عناصر ميليشيا الحوثي إلى موقع الكثير وأصفر ذلك عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي وأسر إثنان آخران أحدهما جريح قال محافظ تعز نبيل شمسان خلال لقائه اليوم ممثلي النقابات المهنية والعمالية أن تأخير برتبات الموظفين العاملين في قطاع التربية والتعليم لشهر ديسمبر الماضي سببه الوضع الأمني في عدن وأضاف أن الوضع في عدن أعاق نقل سيولة إلى تعز وأن المشكلة في طريقها للحل خلال الأيام القليلة القادمة ودعا النقابات العمالية والمهنية إلى استشعار طبيعة المرحلة والظروف التي تمر بها المحافظة وقال المحافظ شمسان إن السلطة المحلية تبذل جهودا كبيرة معاقدة عشرات اللقاءات مع الجهات الحكومية المختصة لتأكيد استمرارية صرف المرتبات دون انقطاع وأكد أن السلطة المحلية على تواصل مستمر مع رئاسة الحكومة والجهات المالية لتسريع وطيرة صرف المرتبات والوصول إلى آلية دائمة تتم بموجبها عملية الصرف دون عراقلة أو تأخير هذا وكان مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني في تعز بدء احتجاجات للمطالبة بصرف الرواتب ومطالب أخرى أطلقت الشرارة الأولى لفعالية التصايد النقابي بمحافظة تعز وذلك من خلال رفع الشارات الحمراء في المكاتب الحكومية بدعوة من مجلس تنسيق النقابات في المحافظة سبق أننا تواصلنا مع الجهة المعنية ولم تتقاوب ولذلك لقائنا إلى رفع الشارات الحمراء خلال هذا الأسبوع من يوم الأحد يوم الأمس إلى نهاية يوم الخميس بعد ذلك إذا لم تتقاوب السلطات المعنية في الدولة والحكومة فإننا سنلقى إلى تصعيد الأمور عليها علقت أمالهم علها توصل رسالة ما يزيد عن 63 ألف موظف حكومي يعملون في مكاتب ومؤسسات الشرعية بتاعز يشهد القطاع التربوي بشكل العام بمحافظة تعز هذا اليوم نوع من الحراك بسبب تأخر صرف راتب شهر ديسمبر 2019 محاولات للضغط على وزارة المالية في الحكومة الشرعية لصرف استحقاقات الموظفين والعمال ومرتباتهم المتأخرة من العام 2016 ورواتب ديسمبر لعام 2019 وتسوية أوضاع المتقاعدين القدامى كبار السن لم يستلموا عددهم 1156 عامل وعاملة هذولا موظفين صندوق النظافة التحسين لم يستلموا راتبهم مطلاقا منذ سنة كاملة تم تضيعهم رغم معهم أطفال شيوبة مستحقين للراتب وهم يعملون لنا ليلا ونهار والكل يعلم ومدرك خاصة صندوق النظافة والسلطة المحلية يمثل الراتب شريان حياة للموظفين إذا أنما لا يقل عن 90% من موظفي الدولة في المحافظة لا يملكون مصدر دخل آخر وأي تأخير في صرفه يدخلهم في أزمات لا تختلف كثيراً عن تلك التي يعيشها مئات الآلاف من الموظفين في مناطق الحوثيين في وجه الحكومة هذه المرة شرط الحمراء تفاوتت أعدادها من مكتب إلى آخر لكن حمرارها الشد على الشرعية في التربية والنظافة عبد العيدة المحاني من شباب تعز في سياق متصل دعت نقابة المعلمين اليمنيين رئيس الجمهورية عبدرب منصور هادي للتدخل واتخاذ تدابير تكفل صرف رواتب المعلمين النازحين دون عرق وحملت النقابة في بيان وزارة التربية والتعليم المسئولية الكاملة عن عدم صرف مرتبات المعلمين النازحين وقال بيان النقابة إن وزارة التربية تتعمد تجويع آلاف المعلمين وعائلاتهم ممن تسببت الحرب بتشريدهم من منازلهم وأعمالهم وأضف أن وزارة التربية وزعت استمارة مباشرة عمل على التربوين النازحين رغم علمها بصورة قاطعة أنه لا وجود لمدارس يزاولون العمل فيها واعتبرت النقابة هذه الخطوة محاولة من وزارة التربية للبحث عن مشروعية قانونية زائفة لتضيفها على مذكرتها المرفوعة للمالية ووقف مرتبات المعلمين النازحين ودعت النقابة الرئيس هادي إلى اتخاذ إجراءات فورية وصارمة ووضع حد لمن يعملون على تجويع المواطنين وقطع مصادر أرزقهم وقوتى أطفالهم نفذت اتحادات وروابط الطلاب اليمنيين في الخارج وقفات احتجاجية أمام سفارات الجمهورية في مختلف دول الابتعاث للمطالبة بصرف مستحقات الطلاب ورفض القرارات التعصفية وأكدت الاتحادات والروابط الطلابية في كل من السودان وماليزيا وباكستان والمغرب وكوبا وتركيا وألمانيا والصين والهند وبولندا وروسيا أكدت على حقهم القانوني في استخدام كل الوسائل المشروعة للمطالبة بحقوقهم وطالب الطلاب بضرورة سرعة صرف المستحقات المالية للربع الثالث والرابع لعام الفين وتسعة عشر اتخاذ تدابير تكفل لانتظام صرف المستحقات المالية وذلك كل ثلاثة أشهر كما هو محدد في قوانين الابتعاث وأكد الطلاب في دول الابتعاث على ضرورة سرعة تسديد الرسوم الدراسية للعام الدراسي الفين وثمانية عشر الفين وتسعة عشر قتل ستة أشخاص خلال اليومين الماضيين في مدينة تعز إثر اشتباكات بين مسلحين على مشاكل أراض في المدينة وقل مصدر أمني ليمن شباب إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على بعض الجناف ما لاذا الباقون بالفرار وأوضح المستشار الإعلامي لمدير شرطة تعز العقيد سمير الأشبط إن قيادة شرطة المحافظة نسقت مع قيادة الألوية العسكرية بالمحافظة لضبط القتلة والمنفلتين نحن شكلنا لقنة تنسيق مع قيادة الألوية وتفاهمنا معهم وإن شاء الله يعني هذه اللقنة طبعا هو الأصل أن لا تكون لقنة نحن يحكمنا القانون لكن في هذا الوضع حاولنا أن نتواصل مع الإخوة قيادة الألوية وبأمر كريم من الأخ اللواء خالد فاضل قائد المحور وكذلك العميد منصور الحالي مدير شرطة تعز بالتنسيق مع قيادة الألوية حتى يتم ضبط الخارجين عن نظام القانون من الألوية وإن شاء الله سيكون هذا العمل سيأتي أو سيؤتي ثماره قريب وأشار الأشبط إلى أن الفجوة الأمنية التي تشهدها المدينة خلال الأيام القليلة الماضية تأتي بسبب شحة إمكانات الأجهزة الأمنية إضافة إلى توقف العمليات العسكرية في الجبهات ما أدى إلى انشغال بعض الجنود بإثارة الفوضى داخل المدينة طبعا أنت تعلم أننا في حرب والحرب ولدت فقوة كبيرة في القوانب الأمنية والقوانب كذلك المعيشية فهؤلاء العسكر توقفت بعض العمليات العسكرية في مدينة تعز بإسلوب أو بآخر مما أدى إلى البحث عن أعمال أخرى خارجة عن إطار القانون وهم يمتلكون سلاح لكن هذه الفقوة التي كانت نتيجة الحرب وعدم تحرير مدينة تعز وكذلك فقوة أخرى أن الأمن لم يدعم دعما يعني مثاليا حتى يستطيع ويستطيع القبض ويستطيع كذلك الحد من هذه الظواهر السيئة كشف المحامي عبد المجيد صبرة عن تعرض ثلاثة مختطفين للتعذيب الوحشي في سجون للميليشيا الحوثية الإنقلابية في محافظات الحديدة وذمار وصنعة وقال المحامي صبرة أنه حضر أمس الأثنين التحقيق مع المختطفين الثلاثة في النيابة الجزائية المتخصصة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في صنعاؤهم ربيع جيلان يحيى ذيبين وإبراهيم أحمد سالم ساجد وماجد أحمد ثابت الموشكي وأضاف صبرة أن المختطفين ربيع ذيبين وإبراهيم ساجد ينحدران من مديرية الضحي بمحافظة الحديدة فيما المختطف الثالث ماجد الموشكي ينتمي إلى محافظة ذمار وأوضح المحامي صبرة أن المختطفين ربيع ذيبين وإبراهيم ساجد احتجزا في سجن الأمن السياسي بمدينة الحديدة ومن ثم نقل إلى سجن الأمن السياسي بصنعة وظل مخفيين قسرة ومنوعين من الزيارة والاتصال بأهلهما قرابة تسعة أشهر تعرض خلالها الأنواع شتى من التعظيم الجسدي والمعنوي قال العقيد غانم علي مدير شرطة السير بمأرب إن المدينة شاهدت أكثر من ألف ومئة حادث مروري خلال عشرة أشهر من العام الماضي بمعدل ثلاثة حوادث مرورية وأشار إلى أن الشرطة ضبطت ما يقارب أربعة ألاف مخالفة مرورية خلال العام الماضي بغرامة مالية تزيد عن ثمانية وثلاثين مليون ريال نحن في الحام 2019 قمنا بضبط ثلاثة ألف وتسعمية واربعين مخالفة مرورية خلال 11 شهر الماضية بمردود مالي بلغ ثمانية وثلاثين مليون ومئة وخمسة وثلاثين ألف وثلاثمية وخمسين ريال وهذه المخالفة تم ضبطها وتم تعديب المخالفين طبعا من الشارع تم ضبط ألف ومئة وتسعة حوادث خلال حشرة هذا الشرطة الماضية قالت مصادر في صنعاء إن عددا من محطات الوقود توقفت عن العمل منذ يومين في إطار توجهات ميليشيا الحوثي الإنقلابية لإنعاش السوق السوداء للوقود التابعة للميليشيا وأكدت المصادر أن افتعال ميليشيا الحوثي لأزمة وقود في صنعاء ومناطق سيطرتها يهدف إلى تحقيق جملة أهداف للميليشيا من بينها مضاعفة معاناة السكان وزيادة عائدات السوق السوداء التي تصب لمصلحة الميليشيا والمتاجرة بمعاناة المدنيين خارجية وجددت الحكومة الشرعية اتهامها لميليشيا الحوثي بالتلاعب بمخصصات المحافظات والمناطق تحت سيطرتها رغم وفرة الوقود بكمية كبيرة والمتاجرة بها للإثراء غير المشروع وإطالة الحرب على الشعب اليمني التي أشعلتها الميليشيا هذا وكانت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية أكدت في بيان لها أن 60% من واردات الوقود إلى اليمن خلال المائة يوم الماضية خصصت للمحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي مشيرة إلى أن تلك الكميات تغطي حاجة المحافظات والمناطق غير المحررة حتى منتصف مارس القادم وأوضح بيان اللجنة أن نصيب ميناء الحديدة الخاضع للميليشيا وصل إلى ما نسبته 60% من إجمالي الواردات إلى الموانئ اليمنية وبحصة إجمالية تصل إلى أكثر من 900 ألف طن من الواردات النفطية وقالت اللجنة أن ميليشيا الحوثي تصطنع أزمة وقود في المناطق الخاضعة لها تعزيزا للسوق السوداء التي تديرها وتستفيد منها في إثراء قياداتها وتمويل نشاطها العسكري والسياسي وذكر المكتب الفني للجنة الاقتصادية أن مؤشرات الأحصائيات لكميات الوقود التي تم توريدها إلى الموانئ اليمنية خلال الفترة من 1 أكتوبر الماضي وحتى العاشر من يناير الجاري تشير إلى توفر كميات وقود تكفي مناطق الخضوع حتى متصف مارس القادم دعا محافظ البنك المركزي أحمد عبيد الفضلي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الإجراءات غير القانونية لميليشيا الحوثي الإنقلابية بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة وتداعياتها الكارثية وقال الفضلي لدى لقائه في عدن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز وغراند بيغ وسفيرا فرنسا كريستياتي سو والسويد نيكولاس تروفي أن تلك الإجراءات تفتقر إلى أي قدر من المسؤولية وتندرج ضمن السياسات التدميرية لضرب الاقتصاد الوطني والمضاربة بالعملة ونهب أموال المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية كما أشار محافظ البنك إلى التدابير والإجراءات التي اتخذها البنك في إصلاح البنية المؤسسية وتصحيح الإختلالات الهيكلية وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وبناء الاحتياطات نقضية وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستعرض الفضلي جهود البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتوفير السيولة المالية وإدارة السياسة النقدية وصرف المرتبات لموظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني بما في ذلك الموظفون في المناطق الخضعة لسيطرة الميليشيا رغم استمرارها في نهب الإرادات وعدم توريدها إلى البنك المركزي أعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية أن الإرادات القانونية المحصلة على واردات الوقود لمائة يوم انتهت في العاشر من يناير الجاري ووصلت إلى 52 مليار ريال في مختلف موانئ البلاد بما فيها ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالأرقام كشفت اللجنة الاقتصادية عن أرقام هائلة من الإرادات الضريبية والجمركية منذ بدء تفعيل خطة حكومية مع البعثة الأممية في الحديدة بهدف السيطرة على موارد ميناء الحديدة وبحسب بيان اللجنة الاقتصادية فإن إرادات ميناء الحديدة من الوقود بلغت 27 مليار ريال منذ مطلع أكتوبر الماضي وحتى العاشر من يناير الجاري بمتوسط إجمالي قدره 300 مليون ريال يوميا بيان اللجنة الاقتصادية أوضح أن 60% من واردات الوقود وصلت عبر ميناء الحديدة وتوجهت إلى المناطق غير المحررة قرابة مليون طن وتكفي السوق باحتياجاتها حتى منتصف مارس المقبل وبحسب الخطة الحكومية مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن فإن إرادات ميناء الحديدة وضيعات في حساب خاص بالبنك المركزي فرع الحديدة تشرف عليه الأمم المتحدة مخصص لصرف مرتبات الموظفين الحكوميين في عموم الجمهورية لكن عملية الصرف لم تحدث حتى الآن رغم بدء الآلية الجديدة ولا توجد ضمانات حقيقية من عدم سيطرة مليشيا الحوثي على تلك الأموال الهائلة وحذرت اللجنة الاقتصادية مليشيا الحوثي من بيع المشتقات النفطية في السوق لتعظيم الأرباح شكى صيارفة وتجار ومواطنون من عرقلة أعمالهم وأنشطاتهم بسبب الانقطاع شبه الكلي للإنترنت منذ يوم الخميس الفائت وسط شكوك بوقف بليشيا الحوثي الانقلابية وراء هذا الانقطاع وأكد مسؤولون في شركات صرافة توقف جميع استلام وإرسال الحوالات وقطع جميع المعاملات المصرفية ما عدا صرف العمولات الأجنبية بسبب انقطاع الانترنت فقال ملاك متاجر أن انقطاع الانترنت سبب حالة ارتباك في سوق العمل والوصول إلى البضائع وعرقلة في السجلات التجارية والتي تتم عبر الشبكة العنكبوتية وتسبب هذا الانقطاع لخدمة الانترنت في خسائر كبيرة لاحقت أرباب العمل وملاك المتاجر كما عرقل عملية ترحيل الرواتب في مكاتب البريد وسداد الفواتير بمختلف أنواعها كما أدى انقطاع الانترنت إلى زيادة في طلب خدمة الساتلايت خاصة من قبل مكاتب المنظمات الدولية والمنشآت الخاصة المتواجدة في عدن والتي توقف جزء من أعمالها بسبب عدم القدرة على إرسال مراسلاتها إلى الخارج قال صيارفة ومواطنون بمحافظة شبوة في استطلاع لقناة يمن شباب إن توقف خدمة الانترنت تسببت بخسائر كبيرة لاحقت بأرباب العمل وملاك المتاجر بالنسبة للنت هو أصبح من الحاجات الأساسية والقطاع الانت سبب لنا مشاكل كثيرة في الحياة اليومية نحن طبعا نشتغل في قطاع مصرفي مش قادرين نخدم الناس في الحوالات في السحب حسابهم أيضا في كثير من الأشياء في التحويل في التمويل يعني توقف النشاط تماما مش قادر تتواصل مع الناس مش قادر تربي احتياجات الناس اللي يحتاجوها اليومية من حيث كل الأشياء المرتبطة بالنت محافظة شبوة تعرضت لشلل تام لشبكة الانترنت وهذا يعني انعكاس سلبي على الحياة المدنية تأثرت كثير من القطاعات الحكومية والقطاعات المدنية الجوازات توقفت الحوالات توقفت للمدارس كثير من أعمال المواطنين توقفت خاصة التي يعتمدون فيها على الجانب الإلكتروني وهذا يعني يعني أثر سلبي جدا لانقطاع شبكة الانترنت أصبح المد من وسائل التواصل الاجتماعي ضروري جدا في عائلة المجتمع يعني 80% من سكان من المجتمع معتمد على وسائل التواصل الاجتماعي اللي عندها حوالات اللي عندها صرافة اللي عندها إيميلات اللي عندها التواصل الاجتماعي مع شخاص يعني أصبح حاجة ضرورية في مجتمع يعني فأثر الحياة اليومية سبب على أصحاب الصرافات سبب على ما يسسأل سبب على الدوار الحكومية سبب في حياة المواطن سبب في سل المقطع النتر سيارة السلطات في محافظة شبوة حملة تفتيش على أسعار السلع الغذائية الأساسية بالمحافظة تستمر عشرة أيام وتشمل مدينة عتق والأسواق الكبيرة في المحافظة وحذر سالم النسي وكيل محافظة شبوة وفهد الكويلي مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة من أن الجهات الرسمية المختصة لن تتوانى في ضبط كل من يحاول التلاعب بأسعار المواد الغذائية الأساسية أو احتكارها والإضرار بمصالح المستهلكين كما توعد باتخاذ الإجراءات العقابية القانونية بحقهم واطلع كل من النسي والكويلي خلال تدشين الحملة على أسعار السلع الغذائية الأساسية التي شهدت ارتفاعا متفاوتا خلال الأيام الأخيرة بسبب هبوط سعر العملة المحلية مقارنة مع العملات الأجنبية وطلب التجار بمراعة الظروف الحالية وتجنب المغالة في الأسعار حثينا مع إشار الأسعار وأكدنا لهم أن المكتب التجارة والصناعة سيكون متابع أول بأول ويوميا للأسعار وللكميات وإن شاء الله من يوم وغد سيبدأ الفريق مكتب التجارة والصناعة بالنزول الميداني لكافة الأسواق سواء أسواق الجملة وكبار التجار أو أسواق التفرقة الصغيرة في عاصمة المحافظة وفي بقية المديريات إن شاء الله سيتم التفعيل وسوف تستمر الحملة خلال عشر أيام على كافة عاصمة المديريات في محافظة شبو قالوا التجارة الداخلية واضح أي واحد يبيع خالف على عرض الأشهر يعرض أشهر السلع يحالي إلى إذا باع بتقول السلع مخالف على الأشهر الأسعار يحالي إلى النيابة ختم النشر وهذا تذكر بأهم ما جاء فيها مسلح يفتح النار على المصلين في قرية بمحافظة أبيان وسقوط خمسة عشر بين قتيل وجريح اتفاق الرياض يغادر حالة الجمود وتفاهمات جديدة لإعادة انتشار قوات الشرعية في أبيان وعدم أزمة وقود بصنعاء والحكومة تكشف عن تقب حوثي أسود وراء تسرب قرابة مليون طن من واردات الوقود دمتم وآدام اليمن بألف خير إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة